قد أكون في يوم من الأيام اغتبتك ولابد من زلة اللسان في نفسي أو مع جماعة بقصد أو بغير قصد أتمنى أن تسامحني إذا كنت اغتبتك فقد علمت أن الله عز وجل لن يغفر لمن اغتاب حتى يسامحه المغتب أرسلت هذه الرسالة لكل الموجودين في القائمة ليس ضعفا مني بل خوفا من من بيده ملكوت السماوات والأرض فإذا سامحتني أعيد إلي الرسالة هي دعوة للتسامح فلنصف في أنفسنا سامحني فقد كاثر موت الفجأة وأنا أشهد ربي أني قد عفوت عنك لوجه الله تعالى دعوها دعوة للتسامح والتصافي قبل رمضان دوم توس ترجمة نانسي قنقر